تعتزم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أغلاق منفذ الدراء التابع لمحافظة حقل بمنطقة إتبوك موقتا ابتداء من يوم الأحد القادم عند الساعة الثاني عشر ظهرا وذلك نظرا لأعمال الصيانة التي تقوم بها في المنفذ والتي تستغرق 45 يوما وبينت الهيئة أنه بإمكان المسافرين من الجانبين السعودي والأردني التوجه إلى منفذ حالة عمار بمنطقة إتبوك أو منفذ الحديثة بمنطقة الجوف حيث سوف يقدم المنفذان خدماتها للقادمين والمغادرين والراغبين بالاستراد والتصدير أو العبور بكفاءة عالية